يطمح الاتحاد الأوروبي لتحسين الظروف السيطرة على حركة تدفق المهاجرين مما يعبرون عبر ليبيا رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فدريكا موغيريني تحدثت عن مراقبة مكثفة للحدود بمنطقة الساحلة بفضل ما يقومنا به في جنوب ليبيا وبشكل خاص في النيجر سهدنا انقفاضا في عداد ما يتوفدون من نقاط الوصول أي من النيجر سوب ليبيا والنجاح يشمل أيضا التعاون ما بين السلطات في النيجر والسلطات المحلية بالنسبة للمكتب الأوروبي لمنظمة العفوية الدولية تعتبر هذه المقاربة التي تعتمد على إغلاق الحدود المتاخمة لليبيا إجراء غير فعال المنظمة غير الحكومية تفضل توفير سبل قانونية لتمكين المهاجرين الوصول إلى أوروبا بأمن وسلام كلما بنيت الجدران عالية فإن السلال لما ستكون مرتفعة بالمعذار نفسه حتى يتمكن الأشخاص من القفز من الواضح جدا أنه حين ينتشر العنف والنزاع وتطغى جرائم الحرب وإذا فشل فقل المتكعة فإن حركة الأشخاص نحو الهروب ستستمر ينبغي أن يكون سمة نهج أكثر شمولية هذا وعن مجلس الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي مدد اليوم الاثنين وحتى نهاية كان الأول ديسمبر 2018 بعثة الاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود في اليوم